اشتركوا في القناة رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والروابط المتينة التي تجمع المملكتين الشقيقتين معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات الراسخة في المجالات كافة بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين كما أشهد صاحب الجلالة رعاه الله بالدور الذي يطلع به مهرجان الجنادرية منذ انطلاقته في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل وبما يحققه من نجاح متواصل وما يحظى به من اهتمام من قبل المفكرين والباحثين والمثقفين والمهتمين بالتراثي والثقافة حتى أصبح ظاهرة ثقافية عالمية منوها جلالته بما يتضمنه المهرجان من فعاليات تراثية وثقافية وفنية وأدبية متنوعة تجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي السعودي معربا جلالته عن تمنياته بالنجاح لهذا المهرجان الذي يؤكد تميز الدور الحضاري ويعكس صورة المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر